السلام عليكم ومرحبا بكم في أول كورس عربيلي تعلم لغة البايتون على تطبيق بايتونيشتا درسه اليوم هو المتغيرات في لغة البايتون عندنا قصة هنا يا شباب كاتب لكم هنا قصة مجاهزة هي اللي حنطبق عليها شرح المتغيرات في لغة البايتون اليوم القصة كالآتي دير الزمان كاليد أنس هي واس 23 عام هي لايك هيز نيم أنس لوس بروغرامينج تمام إذا أنا عندي اسم أنس موجود في أكثر من 50 سطر وريد أغير اسم أنس مباشر يعني بضغط الزر واحدة أغير الاسم هذا أو أغير عمره تمام كيف أحتاج دائما إلى متغير المتغير هذا واضح من اسمه متغير إذا غيرت القيمة تتغير في جميع الأسطر أي مكان مذكور فيه المتغير هذا إذا غيرت قيمة المتغير يعني خلاص يتغير المتغير كله رح رح أفهمكم كيف مثلا المتغير عندي هو نيم رح أخلي المتغير هو نيم تمام نضع علامة يساوي هذا هو المتغير هذا هو الـ variable نيم قيمة النيم إيش هي قيمة النيم اللي هي اسم أنس تمام اسم أنس اللي هو هنا موجود كمان هنا في الصدر الرابع تمام وعندنا العمر هذا العمر العمر كمان رح نحط له ايج ايج والمتغير هذا لأنه رقم رح نحط رقم 24 مثلا اوكي هنخليه رقم 24 خليه كده مربوط خليه جنب بعض عشان يكون شكله كويس تمام إذا أنا الآن إذا أنا الآن يا شباب ضغط علامة تشغيل ايش طلعت لي طلعت للقصة نفس ما هي أنس و 23 سنة وبعدين أنس مرة أخرى تمام إذا أنا أريد أغير اسم أنس وأجي هنا هذا هو متغير طبعا وأغير اسم أنس أخليه مالك طبعا عمر أنس 23 وعنا هنا بخليه 24 حنخليه 25 مثلا وضغط تشغيل هل تغير شيء طبعا لا ليش لأنه لازم أخذ المتغير هذا وأحط المتغير هذا في القصة يعني نيم أحطه هنا في مكان اسم أنس وفي مكان اسم أنس هنا والعمر طبعا الأيج أحطهش مكان 23 سنة كيف رح أوريكم الآن كيف نمسح اسم أنس طبعا تمام ونضع علامة زائد أو الفاصلة هذه تمام ونضع اسم المتغير المتغير هو نيم تمام نضع المتغير مش اسم متغير عفوا نضع المتغير المتغير نيم اللي وحنا أعطناها قيمة مالك تمام إذا أنا جيت وشغلت الكود إيش طلع لي طلع لي دير إزامان كالد مالك وفي السطرة الرابع مكتوب أنس لوفز بروغرامينج تمام يعني أول ما يعني الآن مثلا لو أغير مالك من هنا وأخليه مثلا سالم سالم وأضغط تشغيل رح يتغير معي سالم تمام يعني الآن أجي تمام ضروري يا شباب نخلي مسافة تعرفوا ليش رح أوريكم الآن ليش ضروري نخلي مسافة هنا لأن إذا ما خلينا مسافة رح تجي الكلمة هذه لاصقة مع الاسم تمام نخلي مسافة ونجي برة يعني يعني خارج خارج السنجل كوت مثل ما هنا خارج دبل كوت حط أنس طبعا يا شباب السنجل كوت والدبل كوت هاي دبل كوت وهذه السنجل كوت زي بعض نفس الوظيفة تمام نيجي هنا ونضع نيم ونضع معاها كلامة الوا ليش أني حطينا وا قبل لا 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 ليش أني حطينا الوا قبل ونحطينا بعد ما في سبب ليش يعني هي ضروري ضروري أنك أنت تحط بعد بعد ما كتبت هذه هنا تحط بعدها وا تمام لازم تحط هنا يعني الكلمة هادي وبعدين وا أيضا اسم الكاركتر اسم تمام وهنا أيضا حطينا يعني نحيحط اسم هو الأول بعدين بعدين قال لك وا أيضا لوزز لوز بروغرامينج تمام شوفوا الآن لما حطها تشغيل إيش طلع لي طلع لي دير زمان كاليد سالم وبعدين تحت في السطر الرابع كتب لك سالم لوز بروغرامينج تمام طيب أنا أريد أغير عمر سالم أخلي عمر سالم 25 نيجي طبعا ونكتب ايش يساوي 25 هذا المتغير طيب المتغير هذا كيف رح نكتبه هنا إذا كتبنا مثلا هنا ايش مثلا إذا احنا هنا كتبنا ايش ووضعنا علامة وهنا وا أيضا ليش أنا حطت هنا وا يعني حطت هنا هي أنا بقول لك وا يعني هي وكنها اصلا تمام بس ليش لش أنا حطت الفاصلة هادي أو حطت الفاصلة هادي ليش لأن هنا فيه كلام وبعد الكلام فيه المتغير وبعد المتغير فيه كلام تاني تمام خلينا نجرب نشغل الكود إذا شغلنا الكود شوف إيش رح يطلع لي رح يطلع لك بعدين أعطي حاطلك الفاصلة ليش ما طبع لي الاسم هنا ليش ما طلع للرقم روح عمر الخمسة وعشرين لأنه الآن المتغير موجود هنا داخل سينجل كود يعتبر الكمبيوتر هنا أو يعني الجهاز رح يعتبره الروبوت رح يعتبر أن هذا مش متغير رح يعتبره كلام تمام فلازم نجي هنا ونضع سينجل كود شفت كيف تغير لونها هي ضلط نفس اللون هي تغير لونهم كلهم ونجي هنا أيضا ونضع سينجل كود والآن نشغل الآن بعد ما شغلنا تخير عندي العمر صار العمر خمسة وعشرين سنة هذه كانت هي المتغيرات تمام هذه المتغيرات الدرس تقريبا واضح وسهل رح أخليكم أيضا معرف التليجرام تحت أي سؤال أي استفسار ما فهمت هذا الدرس تعالوا وقل لي أنا جايك من درس المتغيرات وما فهمت درس المتغيرات ورح أشرح لك درس المتغيرات بالراحة يعني معنيش أي مشكلة مع أي أحد تمام الله يسعدكم نلتقي بإذن الله في درسنا القادم في أمان الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر